ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد وبدأت الجلسة بإصدار بيان المجلس بمناسبة يوم الصحافة البحرينية حيث أعرب عن بالق الفخر والاعتزاز بالإسهامات الوطنية للصحافة البحرينية بعدها وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجي والدفاع والأمن الوطني بخصوص حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتضمن توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون بهدف إضافة عقوبات تكملية للعقوبات الأصلية وتغليض العقوبات المقررة جراء مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للقانون كما قرر المجلس الموافق على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية ونظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 والمعد من قبل وزارة المالية وكذلك تقرير اللجنة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية ذاتها ترجمة نانسي قنقر